سباة الخير سعيد حاسس ان احنا هنعمل اعلان في الجرائد غالبا عشان نلاقي وزير ينضم الى حكومة الدكتور كمال الجنزوري مش حد عايز يشتغل وزير اه طريبا يعني مش عارف يعني بغض النظر في ناس او اراء كتيرة بتقول الدكتور كمال الجنزوري راجل احترم وليه اكيد يعني خبرات كثيرة وفي جدل ما بين انه الدكتور كمال في الوقت الحالي يبقى رئيس وزراء والاخرين بيقولوا لا مش وقت انه هو يكون موجود بسبب او لاخر الجدل ده هنفضل فيه لغاية امتى مش عارف انما النهاردة في نهارك سعيد هنتكلم حوالين هذا الموضوع اه وبخصوص ومعانا الضيفي لستاذ محمد فتحالة موديل تحرير الجمهورية نتكلم عن موضوع التشكيل الوزاري اعتقد كل اللي بيتابعون عارفين ان بكرة وبعده الاثنين والتلاتة هيتم العادة على معظم المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشعب فبالتالي كلنا مفروض ننزل ونصوت عشان صوتنا مهم جدا خصوصا في المرحلة دي النهاردة الفترة اللي فاتت كان فيه انتهاكات ولحظناها وناس كتيرة جدا لحظوها من مؤسسات حقوق الانسان النهاردة واحد منهم هيكلمنا اكتر على الملاحظات وعلى المرحلة الاولى وانتهاكات ويمكن نقدر نتجنبها في المراحل القادمة اللي هيكلمنا النهاردة والستاذ حازم مونير رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان الشركة العربية للتجارة الخارجية الشركة العربية للتجارة الخارجية على فكرة مش كتير ممكن يكون بيسمع الاسم ده الشركة العربية للتجارة الخارجية الشركة دي عبارة عن ايه؟ على فكرة الشركة تبعت في فترة من فترات وكان العقد تقريبا في سنة 1999 وكانت بالمصادفة اللي الساقرية النهاردة انه هو كانت في حكومة الدكتور كمالي الجنزوري الحكم امبارح انه حكموا بان بطلان العقد الخاص بهذه الشركة او خصخصة هذه الشركة معانا في الفقرة دي الخاصة بالشركة العربية التجارة الخارجية الاستاذ خالد علي مدير المركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونشوف الشركة دي كانت تشتغل في ايه كانت سمعتها عاملة ازاي وهل رجعت فعلا للمصر او الحكومة المصرية وادارة المصريين ولا ايه بالضبط هنعرف فيها هذه الفقرة فيه كمان فقرة احنا من اول تقريبا الثورة بعد ما بدأنا واحنا دايما كل اسبوع بنتكلم على البورصة المصرية اللي استمرت يعني في الانخفاض حوالي 7-8 شهور وفجأة مع انتخابات الفرلمان بدأت ترتفع مرة تانية اكيد فيه اسباب ومش اكيد الاسباب اللي احنا نعرفها او متخيلينها فالنهاردة استاذ ايهاب سعيد خبير رسوية المال حيكلمنا عن احوال البورصة بعد انتخابات الفرلمان اما الاستاذة امال عوضة الصحفية في جديدة الاهرام فهي هتكون في استضافتي الفقرة الجاية ونستعرض الصحافة المصرية نهاركو دايما سعيد